مساء الخير مجلس وحدة الارتباط والتنسيق الوزاري لم يختلف عن مجالس الحج وفي فهناك منئبع وفي السرايا منبعط على البيت والحال واحدة تجاه جسم قضائي بوتر سياسيا واستدعي إلى جلسة مساءلة وزارية تحت مبدأ من عينهم يقيلهم ولم يخفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا التوجه وقالها بالفم الملآن أمام الأعلام وأردنا على سؤال عما إذا كانت الإقالة واردة وبينهم المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أجاب ميقاتي لا شيء غير وارد ولا شيء يمنع والتلويح بالعزل القضائي جاء بمثابة هز العصة السياسية للقضاط بعدما أخفق مجلس الوزراء في إصدار ورقة جلب للأركان القضائية وأحال متابعة النزاع مع المصارف إلى وزير العدل هاري خوري والوزير المختص الذي نسق مسار دعوة القضاط إلى السراية بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عاد واستدرك مبدأ استقلالية القضاء ووجد في الاستدعاء إهانة قد تعكس ذيولها السلبية على فصل السلطات ولما كان الرئيس عون واحدا من الذين شجعوا على الحل الأول في حضور القضاط للاستماع إليهم في مجلس الوزراء عاد أيضا وأبدى ارتياحه إلى الموقف الصادر عن المجلس فيما خص الحرص على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في الشأن القضائي على أن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحفظ حقوق الجميع وفي مقدمهم حقوق المدعين لكن حقوق المدعين أصبحت بدورها شعارا سياسيا للحصاد الانتخابي المهدد بتعليقه على مشنقة مصرفية ولفت في هذا الإطار موقف رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي قال نخشى أن يكون الهدف من هذه الإجراءات دفع المصارف إلى الإغلاق ما يمنع إجراء الانتخابات في موعدها لأنه سيتعذر على اللوائح فتح الحسابات وتحريكها في أثناء الحملة في مسرحية سياسية قضائية ظاهرها الانتصار للحق والقانون وباطنها تطير الانتخابات والريبة التي زرعها جعجع تعد مشروعة لكن يضاف إليها كل أدوات الاستخدام الشعبي على خشبة المسرح الانتخابي بالأمس سقطت الميجا سنتر المعطلة وقبلها أنزل إلى الألعاب البهلوانية صراع المغتربين وما بين هذه الأسباب كان التدقيق الجنائي يطوف حول جهة واحدة باستثناء الوزرات أصل البلاء في الهدر والفساد وكلما سقطت أداة تعطيلية يجري تحوير أداة بديلة تعطل المرفأ بتحقيقاته ومصير حقيقة شهدائه وأغرق في الرد والتبلغات ورد الرد وانهار الكفتل والكف على قاض واحد يعمل في هذه الجمهورية هو طارق البيطر ولأن ألعاب السحرة تستمر في ضروبها التعطيلية فلم تعدم وسيلة لإلهاء الناس وتسخر من الرأي العام عبر ابتداع هيئات رقابية ومحاسبة وإقرار قوانين لرفع السرية المصرفية وإنشاء هيئة مكافحة الفساد التي كان أحد أهم إنجازاتها اتخاذها الصورة التذكرية مع الرئيس نبيه بري إصلاح واحد لم يعثر عليه في جمهورية الفضاء الخارجي والتدقيق افتقد إلى شركته العالمية الفراز أد مارسل التي خرجت ولم تعد وفي الجمهورية التركيبة ليس من لص سياسي واحد أدخل إلى السجن واستعاد القضاء عن هذا الفراغ باعتقال النبي نشأت بدلا من سياسيين ضائعين وإذا كان مجلس الوزراء لا يحق له تقليم أظافر القضاء والتدخل في شؤونه فأن الجسم القضائي أيضا بات يطيب له العمل بل اركاب ويعطي الإشارات للسلطة السياسية بطلب الحماية ولم يكن مجلس السراية ليقدم على هذه الخطوة لو لا تلك التنسيق مع الأركان السياسيين من حماة القضاء وأصبحت البلاد على هذه الحال واقعة بين القاضي غادعون المنغمسة تحت وطأة أمر اليوم السياسي بكل شجاعة وأقدام وبين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي قرر أن يركن جانبا ويمارس شبه اعتكاف منتظرا المظلة السياسية لكي يجري إنزالا مباغتا على حل قضائي يفترض أنه من صلب مهامه ومن دون سؤال مرجع مقرر أما عدالة المواطنين فلا مكان لها تحت سقف الوطن الذي أصبح منهوبا ومصادرا ويجري استثماره اليوم في منصة انتخابية ترجمة نانسي قنقر